بوتين وأردغان يفتتحان خط أنابيب الغاز المعروف بالسيل التركي مشروع وصف بأنه خطوة كبيرة على طريق تغيير خريطة الطاقة في العالم إذ سينقل نحو 16 مليار متر مكعب من الغاز الروسي إلى تركيا ومثلها إلى أوروبا الآن سيأتي الغاز الروسي عبر مشروع عالي تقنية لمثيلة له وذلك من خلال خطي أنابيب للغاز عبر البحر الأسود وهو ليس هاما لتركيا وروسيا فقط بل سيكون هاما لاقتصادات دول جنوب أوروبا أيضا ولصعوبة فصل أمن الطاقة عن السياسة وعن الاستقرار الدولي حضرت الأزمة الإيرانية الأمريكية بقوة خلال حفل الافتتاح حيث شدد أردغان على أنه لا يحق لأحد أن يضع العراق أو المنطقة كلها في دائرة النار مجددا من أجل ما وصفها بمصالحه الذاتية نتابع تطور التوتر بين حليفتنا الولايات المتحدة وجارتنا إيران وهو التوتر الذي وصل إلى مستوى لا نريده إطلاقا نحن في تركيا لا نريد أن تتحول العراق ولا سوريا ولا لبنان ولا منطقة الخليج التي يمر بها ما يزيد على 30% من اقتصاد الطاقة العالمية إلى منطقة حروب بالوكالة عقد أردغان وبوتن لقائن ثنائيين قبل وبعد مشاركتهما في حفل الافتتاح وفقا لمصادر دبلوماسية تركزت المباحثات على الأزمة الليبية التي توصف بأنها الاختبار الأصعب للعلاقات بين البلدين خلال العام الجاري فالدولتان تقفان على طرفين قيض من محوري الصراع هناك وقد انتهت المباحثات بتوجيه دعوة إلى جميع الأطراف في ليبيا لهدنة دائمة اعتبارا من ليلة الثاني عشر من الشهر الجاري العلاقات الروسية التركية خصوصا بعد هذا المشروع أقوى وأعقد بكثير من أن تنهار بسبب الأزمة الليبية وأعتقد أن هذه الدعوة للتهدئة هي حل مؤقت إلى أن يجد الطرفان صيغة لتفاهم على المدى المتوسط وليس القريب مشروع ضخم يرى خبراء أنه سيساهم في فرض تركيا كقوة كبيرة في سوق الطاقة مع أنها غير منتجة لها وسيعزز شراكة استراتيجية مع روسيا بالرغم من الخلافات التي تشوب العلاقات بين البلدين في عدد من القضايا الدولية أمر لا في الجزيرة إسطنبول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر